الحمد لله وصلاة وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم اقول لكل خائف مرتعش مرتبك ان تصيبه هذه الجائحة التي يعني اصابت كل العالم بالذعر اقول لكل مسلم موحد انت عبد لله والله عز وجل له ملك السماوات والارض ورب العباد سبحانه وتعالى اعطاك مساحة في الاسباب خذ بها يعني خذ بالاسباب وبالوقاية ووضع الكمامة اذا قال للعلماء هذا وخذ الامور المعينة الطبية هذه اسباب ليست هي المانعة المعطي والمانع انما هو الله انت عندك صيدلية ضخمة قوية من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال عندما يصبح وعندما يمسي ثلاثا بسم الله الذي ليضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ثلاث مرات بسم الله الذي ليضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السماء العليم الله عز وجل لن باذن الله رب العالم يصيبه يعني شيء من امور الدنيا قال ربنا وهو علي هين الامور كلها هينة على الله لو كانت الدنيا تسوي الجنحة بعوضة ما سخب الكافرة منها جرعة اماء فبلك فيروس سبحان الله العظيم يعني لا يورب العين المجردة انت بالله اقوى الكائنات وبغير الله لا قيمة لنا في هذه الحياة احبتي لا تخاف ولا تخلق ولا تتردد وكن مع الله يكون الله معك كن مع الله دائما رب العباد سبحانه وتعالى قال له يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وصاب الله سيدنا محمد والي وصحبه وسلم